فاهم فانا مش جايبك عشان ادعبك سنة وتمشي اساسا انا جايبك النهاردة ان انا استثمار جايب لعيبي النهاردة بعرفه باوروبا تاهم ازاي وبطلع النهاردة حسب النادي ويجد طبعا اخر العرض اقدموه 8 مليون ستليني نادي الزمالك وفي حالة البيع 50% يعني النهاردة انا لو ابعت ب15 مليون الزمالك بياخد الزمالك بياخد 8 وبيقسم السبعة بينه وبينه ويجد يعني انت فاهمنا كافة تقدم لبعا كدة من اسطن فيلا العرض ده كان مع نادر شوقي وراح اقعد مع المدرب هناك والقدار هناك على فكرة وانا كنت مع ويجن 14 من الناس اللي ني ياه رد نادل زمالك قصد منضوحة باس عاز 250 مليون كان رد عليه ايه والله ازا انا بكلمك منضوحة باس عاز 250 مليون اه احنا نزبر اذا كان انت وصل دلوقتي للرقم دوت طب له اخر السنة قلتلك اكبر لعبك ورز البورس يوم فوق يوم تحت وده عادي ممكن اتصاب نفسيا مش هقدر رعب انا كان كلامي واضح مش بقولك ان انا ما اخطقتش بس انا نفسيا اللي خلينا اخطقت وان انا برضو ما عنديش خبرات الاحتراف يعني ازاي كابتين فوصل القصة خلاص انا معنا طريق مسدود النهاردة بتفرج النهاردة ناس بقعادة ببدل ومنتاز شياكة والعيبة بقى اصحابي نتيجة بتاعت ويجن السنوية كان حطين صورت انا في منشستر يعني اصحابي النهاردة لعبة منشستر ولعبة ليفربول والله العظيم ازا انا بكلمك والعبة عندنا وخلاص الواحد بقى خلاص بقى بتدور النهاردة انا عايش هناك وخلاص والحاكم يعني يستحيل انا النهاردة يستحيل النهاردة لان انا بلع في دور انجليز النهاردة في افضل دوري في العالم خلاص عديت المرحلة الصعبة الاولينية وربنا سعيدني فيها واكتهدت فيها وبقيت النهاردة يا رجل بامشي في تشارع دور انجليز انا معروف اهم ازاي فخلاص انا باقلم نفسها با فين وعيش فين والكلام ده كله هلا عفرين وخلاص انا عيشت الحاجات كنا بنحلم بيها زمان احنا صغيرين فمش هاجه انا بقى النهاردة مع احترام اي هلعب اصد هنا ولا هنا ولا مش هاجه انا اتكلم على الانديه صعب اكدت ان المردوح انا ردك انا على اسلام دور حاجة واحدة بس قلت له انت هتبيع ميسي وقتها حقيقي والله العظيم قلت له فده هتقلق انت احسن من ميسي قلت له ان احسن من ميسي ماشي بس النهاردة انا نفسيا مش هقدر